صدف الخامس من أكتوبر 21 اليوم العالمي للمعلم وبتم الاحتفاء سنويا بمشاركة عدد من الحكومات والمنظمات والقطاعات الخاصة والمعلمين أيضا والخبراء في مجال التعليم وبدون شك يوم مهم وهيك إحنا رح نترح طبعا أهميته ولكن بشكل خاص بتوقع مهم نحكي في ظل هذا الواقع العنيف اللي عم بمر على مجتمعنا مصطفى هل نزال دور المعلم فعليا يحمل تأثيره المعهود على الطلاب لزرع قيام التسامح وكل قيمة تكون بعيدة كل البعد عن الأنف هذا اللي رح نحاول نعرفه مع المربي شيراز عبدالجوادي لأنه صديفها في أولى فقرات الباب على الباب يعطيك العافية وكل عام وانت بخير محمد وانت بقى الف خير يا رب نبدأي نحن كلياتنا الجيل اللي كبر على مقولة كنت أشوف المعلم أغير الطريق هذا كلنا سمعناها من أبائنا دلالة على الاحترام مش بالضرورة الخوف أكيد اليوم ولا من غير الطريق ولا عبائنا صح من غيرش الطريق بس المعلم المنيح بترك أثر عن طلابه لدرجة أنه ممكن تصادف طلاب اللي أنت علمتها قبل عشر سنين أو خمسة عشر سنة هني يتذكروك أنت ممكن ما تكونش متذكر هني منيح بس هني يجوا لعندك ويقولوا لك أنت فلان لأنه ممكن الشكل شوي متغير بس أنه يجوا لعندك وتتفاجأ أنه بعد هن متذكرينك ومتذكرين شو أنت علمت ومتذكرين حتى مواقف صارت معاهم معك فهذا الإشي كتير بعض نوع من الهيكي نوع من الهيكي يعني الواحد بيفتخر بنفسه أنه عنجد والله متذكريني يعني أنه أنا تركت أثر وبيحة أنه أنا أترك أثر به هذول الطلاب بالإضافة لكمان شغلة كتير مهمة أنه اليوم المعلم بطل زي أول بتعرف كل الأمور التغييرات اللي صارت التكنولوجيا والجيل شوي اختلف فاليوم الشطارة من المعلم بالذات أنا بحكي المراحل الإعدادية والتنوية أكتر من الابتدائي أنه يحس أنه هو صاحبهن أنه بقدر يحكوله أيش احنا بتأكيد رح نحكي على كل مرحلة أكيد 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 عشان كمان المشاهدين يعرفون نحكي عن بداية رحلتك في هذا المسار كيف اخترت تكون معلمي يعني بالعادة الصبايا ممكن نعرف أنه التوجه بيكون بكتير من الأحيان وما من عم أسهل للمستقبل وظيفة يعني ممكن تكون ملأمة أكثر للظروف اللي جاي كيف كان خيارك أنت المزبوط أنا خلقت ببيت معلمين أمي معلمي خالي نائب مدير معلم فأنا خلقت ببيت أنه مهنة التدريس هي زي ما تقول مهنة متوارثة من جيل إلى جيل فأنا بالبداية ما كنتش رايحة على أنه أنا أتعلم معلمي ولكن بالنهاية وجدت نفسي أنه أنا لازم أكون بهذا المحل لأنه قلت لك أنه أنا رابي في بيئة اللي حوالي معلمين تأثرت بشكل أو بأخر تأثرت طبعا طبعا فروحت على هذا الاتجاه وكملت بهذا الاتجاه لأنه أنا بآمن بشغلة كتير مهمة أنه كيف لما أنت كنت أشرح لك إياها لما بيكون في عندك مثلا مطرب صوته حلو عنده موهبة لازم هاي الموهبة تنميها تسقلها حتى هذا المطرب يصبح محترف أنا بالنسبة لإلي التعليم هيك التعليم موهبة إذا فيش عندك هاي الموهبة مش راح تقدر تكمل يعني وكأنه فيه أمور اللي الإنسان عن جد بقدر يطورها من مماريوات ولكن فيه إشي هيك كمان بخلق مع الشخص لهيك بدلنا نقول رسالي هي بنهاية المطاف وهي ليست فقط مهنة ومصدر طبعا طبعا هي رسالة وأنا بدأ أقول لك شغلة واحدة كمان كتير مهمة اليوم أنا بكبسي بجوجل بقدر أخد كل المواد اللي أنا بديها صح ولا لا ولكن عشان يصير المعلم لتصير المهنة المهنة يعني تأخذ الموضوع اللي هي البروفيسيا لازم المعلم يكون فيه عنده أسلوب وطريقة اللي يقدر يعلم الولاد اللي يضيف إشي على المادة اللي هو بدي يمرقها قلتلي كمان مرة كبسي تأخذ كل المادة فيش مشكلة فهي كتير مصادر للمعلومات في هذا أكيد 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 بس المعلم هنا مش بس مصدر معلومات المعلم هنا كمان شخصية المعلم هنا كمان طريق التعامل المعلم هنا كمان بدي يشوف الولد قدامه هيك بطريقة جدا حلوة عشان يقدر يعطيه اللي لازم يعطيه فعشان هيك الفرق بين أنه أكون معلم وأنه أكون بروفيشنال بشغلتي عشان هيك بفرانسا لما بتقول أنك أنت بتشتغل معلم شو شغلتك باللغة الفرنسية بقولك بروفيسور بروفيسور يعني معلم طب يعني لما منحكي عن هاي المهنة مهنة لا شك أنها يعني أساسية وأصيلة وبتمرر قيم مهمة للطلاب بس لا شك أنه طلابنا بيجوا من خلفيات مختلفة طبعا المعلم جاي من خلفية ثقافية ومن بيت يعني إله إله مركبات وأسسه أكيد قدي بواجهتي مواقف اللي قلتي ممنوع أفكر شو أنا بفكر لازم أسمع شو الطلاب عم بيقولوا لي اليوم شوف أنا دايما بحب أسمع وجهة نظر طلابي ودايما أنا دايما بحصصي حتى لما يعني أنا كمربي وكمربي لصف كتير بعطي المجال إنه الأولاد يعبروا عن نفسهن فاليوم كتير أنا باجي مع أفكار معينة لما بشوف الأولاد إنه في عندهن فكر مختلف عني أنا فبعمل زي حلقة نقاش تعطوا نتناقش إيش الصح إيش الغلط إيش لازم نعمل إيش مش لازم نعمل وهذا الإشي يعني أنا كمان بقوله مش بس إنه من البيئة اللي أنا عيشت فيها كمان من المدرسة اللي أنا طلعت منها لأنه المدرسة وبكل فخر بقوله أنا خرجت مدرسة المطران في الناصري اللي كمان اتعاملت معنا في هذا الأسلوب تعطي نتناقش تعطي نتحاور تعطي نشوف مينس إيش الصح إيش الغلط اقنعني ليش صح إقنعني ليش غلط خليني أنا أقنع بحكيك قبل ما أنفس تعليماتك فاليوم أنا عم بنفذ كل القيم اللي أنا أخدتها من مدرستي ومن بيتي على طلابي رح نرجع نوقف عند موضوع القيم بس شراس بهمني أسألك كيك قلت أنا مربي ومربي يتصف دي أسألك اليوم عن جدك لما افتتح مصطفى وقال زمان كنا نهرب على الشارع الثاني عصبيل الدعابة في أشخاص اللي بقولوا اليوم بعصر نهاد المعلم بهرب على الطريق الثاني والهدف من هيك أسألك قديش عن جد بعده المعلم هيك عنده هاي الهالة تبعة المربي هو شريك في السيرورة التربوية وليس فقط التعليمية طبعا لأنه إحنا وزارة التربية والتعليم بالأول التربية وبعدين التعليم بس بعيدا عن المسمى بعيدا عن المسمىات بس كتير مهم أنه المربي بالأساس يكون يعني أنا بحكي عن حالي كأنثى يعني بديش أحكي يعني بالذكورية لازم يتكون أم بالدرجة الأولى هي لازم يتكون أم له هدول الولاد يعني اليوم أنا لما باجي بحكي عن صفي بقولش صف كذا بقولي ولادي بصفنه بقوليني ولادي ولادي اللي بالصف إنه ولادي لأنه خلص هدولا صاروا مسميين على اسمي صاروا تابعين لإلي فأنا إذا ما اهتميتش فيهنو معتت هندش كل هذا شو بقولوها الهيك الغطاء هذا الدافئ معناته أنا ليش أكون مربي بالأساس إذا أنا بقدرش أعطيهن كل اللي يعني أش بسموه المعنى الركشية يعني الاحتياجات العاطفية لهدول الولاد الاحتياجات اللي أنا لما الولد يجي عندي ويحكي بثقة ومش خايف ويحكي لي عن شغلي وأحسس أنه أنا عم بسمع وأنا صاغي لإله وأنا بقدر أساعده ليش أكون مربي من الأساس ليش أكون معلم من الأساس هل بتشوف أنه لا شك أنه مش كل المربين ومش كل المعلمين عندهم نفس هاي الأدوات أكيد شو اللي بتحسي بعد اليوم ناقص عند عدد من المعلمين على الأقل اللي بتشوفيهم بمحيطك يعني شو السمات أو الأدوات اللي بتقولي لازم تكون متوفرة بشكل أساسي عندهم عشان ينجحوا يكونوا معلمين مؤثرين أول إشي المعلم لازم يكون متابع يعني بنفعش أنت يعني توقف يعني شغلي معين لازم تضلك تتابعها هاي شغلي كتير مهمة بأي مهنة إن كانت حتى يعني بالذات في التعليم لازم تكون كمان إنسان اللي عندك نوع من الاهتمام بالآخرين يعني مش أنا أروح على البيت خلص خلص دوامي خلص أنا هاي الأولاد اللي بالبيت يعني اللي روحت على البيت مش مسؤول عنها زي اللي ما بتقدري تنفصلي بتقدريش تنفصلي طبعا سعب كتير الانفصال فكتير معلمين عندهم ناقص هذا الإشي وأنا بحسوا بالمحيطين إن أنا خلص دوامي ساعة واحد ونص مش مستعدة أستقبل تليفون ولا من حدا مش مستعدة أرد ولا على أي أهل خلص شغلي بس إحنا مش أمو إحنا مش هذا النوع من الشغل خليل مش هذا النوع من الشغل إحنا عم نشتغل مع بنا قدمين إحنا مش عم نشتغل مع آلات اللي خلص خلص وقت خلص صحيح ولا هي مناوبة وخلصت ساعاتي يعني الموضوع كتير عمر بالظبط يعني مرات كتير لازم تحت يعني تكوني عن جد يعني قادري إنك تسمعي لأنه ممكن الولد يكون في عنده مشكلة بالبيت وبحاجة لإلك بهاي المحل مرات ممكن نحكيها ما بين السطور مش بشكل مباشر يعني إصغائك الجيد هو بالظبط خليني أسأل عفاف أولاً كنت عن جد تتعلموا حصة تربية أو تخصصوا وقت حصة تربية مرة بالأسبوع كانت على فترة ينحك فيها بقضايا تربوية لا مرة بالأسبوع كمان أنا بفترة كان في قضايا تربوية إذا في مرات الجانب الوطني ممكن تطرح بشكل أو بآخر بس على ما أذكر يعني على الأقل بالابتدائي مرحلة الابتدائي كانت قائمة بشكل ثابت أنا موافق عليك بمرحلة الابتدائي كان لحصة التربية في وزن مختلف لكن بس بلشت أنا على الأقل بتجربة أكبر صاروا يبدلوها بإطلعوا وإلعابوا بالساحة روحوا أبكر إذا كانت في الحصة السابعة أو السابعة بجدول الدراسي السؤال اليوم بعد في حصة تربية وبعد فيه شو نقول للطلاب في هذه الحصة بالذات في هذه الأعمار كارتنا الإعدادية أكيد أكيد كوني أنا كنت مركزة تربية اجتماعية سابقا وكوني اليوم مركزة للمربيين والمربيات بالمدرسة اللي أنا بشتغل فيها حصة التربية حصة جدا مهمة أول إشي حصة التربية هي بتخلق مساحة بين المربي وبين الطالب إنه يحكي إيش بده إحنا هنا مش في عنا حصة 45 دقيقة لازم أمرك فيها مادي ومنهاج هاي الحصة كتير فيها نوع من من تبادل الأفكار فيها نوع من من الحرية للولاد إنه يقدر يعمل إيش بده ويحكي إيش بده تاني شغلة اليوم إحنا في حصة ستربية بعد ما فات برنامج مفتاح القلب إذا سمعتوا فيه اللي هو برنامج برنامج اللي فات من وزارة التربية والتعليم اللي هو برنامج للقيم إحنا كل شهر في عنا قيمة معينة من القيم التسامح العطاء التعاون المشاركي إلى آخره كل شهر مفروض مرب الصف إنه يمرق فعاليات بقلب حصة التربية حسب القيمة طبعات الشهر بالإضافة لهذا الإشي إحنا في مدرستنا بشكل خاص يعني كمان مشروعين اللي أنا كمان يعني بالصدفة قاعدة كمان اليوم أنا عم بمشي فيه هنا دولا المشروعين التربية نحو التمييز هاي واحد إن أنا أكشف نقاط القوي اللي موجودة عندي الولد بحسة التربية أعرف ميوله أعرف إيش هو بحب عشان أقدر أنا أوجهه لدورات ولأشياء اللي تقدر عن جد تفيده وطبعا فيه منها بالمدرسة لنزل تحكي عن مشروع التمييز بخلصش المشروع طبعا بالمدرسة والمشروع التاني اللي كمان إحنا فوتنا فيه جديد اللي هو مشروع اللي هو بنات المستقبل يعني كمان بحسة التربية أنا بتعرف الولد بنطموحه وين بدك توصل لوين أنت وين أنت ناوي تكون بعد عشر سنين بعد خمسة عشر سنة طبعا هذا الإشي طبعا مش لحاله بحسة التربية كمان في عنا إحنا اليوم بما يسمى منتوريم اللي بيجو شخصيات دكاترا من دكاترا لمحامية لناس بتشتغل في البناء قبعات مختلفة آيوة بقبعات مختلفة اللي بيجو بعتوا لولاد عن مهنتهم عن مسيرة حياتهم قبل أسبوع كان عنا مع دكتور مع بروفيسور رياض إغبارية بكر يوم الخميس عنا مع دكتور زروبي فالولاد لما بيشوفوا هاي الناس وبيشوفوا كيف رحلة حياتهم وإحنا لما بحسة التربية من نميل هاي الفكر أنه كيف هو يفكر بمستقبله هاي هدف حسة التربية يعني شيراز بما أنه عم نحكي على حسة التربية تعالوا هيك نتناول موضوع العنف اللي إحنا مع الأسف موجود بعناويننا يوميا ضحايا إصابات وهيك بالفترة الأخيرة كمان في أطفال اللي عم تصاب بجرائم وبإطلاق رصاص حي وما إلى ذلك عنا أداة لا تقل أهمية ودايما كنا نعول على التربية وعلى المدارس وعلى تعامل المربي والمعلم أيضا خلال هدول الساعات ومنقول بيشوف المعلم أكتر ما بيشوف أهل ومرات شو عم نعمل بهذا الموضوع وعن جد قديش اليوم المعلم عم بقدر أنه يذوت هاي القيم تسامح بعيدة عن العنف محبة هاي اللغة اللي عن جد يمكن إحنا نفتقدها وبالبداية كمان لغة الحوار شوفي عشان أقولك شغلة إحنا عشان نقدر نشتغل صح بالمجتمع وإحنا منيجي نقول مدرسة إحنا في عنا زي نوع متلت المتلت بيقول مدرسة أهل وطلاب إذا في حلقة مفقودة بهاي المتلت سعب كتير أنه أنا كمعلم يعني زي لوحد بتحن مي صراحة أنا بحكيها بكل صراحة ولكن إحنا على قدر المستطاع منقدر أنه إحنا نزرع قيم إيجابية بالطلاب والحمد لله عم نقدر أنه إحنا نزرع هاي القيم الموجودة عند الطلاب ولكن للأسف الشديد وبحكيها بكل صراحة أنه الولد لما بطلع من بوابة المدرسة مش شرط يعني أنا بحكيش على مدرسة بشكل خاصة أنا بحكي بشكل عام لما بطلع من المدرسة لما بروح على الشارع لما الأهل بيطابعوش ورا ولاد هن إيش عم بيساووا لما هن بيعرفوش ابن هن وين بروحوا بضل الساعة 12 بالليل أنا بحكي على الجيل الكبير هذا الغلط سعنا كمان شفنا مشاهد ومع أني بوافقك جدا عن النقطة أكيد اللي فيها الطلاب بحملوا معهن بشنطة المدرسة سكينة أدوات حد سلاح أبيض هاي أمور كمان شفناها اليوم سؤال فيه دور للمدرسة اليوم بتسخير رقابة وواضحة وفعالة أكيد أكيد بس أنا بقول لك أنا كمدرسة ابتدائية بحسش هاي المشخيلة بارزة لأنه إحنا ما فيش عنا إحنا هاي صغار ولكن في الإعداديات اليوم في البلدية وبالبجالس المحلية في ناس اللي هي مسؤولة عن العنف وبتروح بتعطي محاضرات وبتعطي إرشاد لهذول الطلاب بس برجع وبقول لك المعلم لحاله والمدرسة لحالها بتكفيش صحيح قد ما تزرع ممكن أنه البيئة الخارجية تأثر على الولاد بكل أسف أكتر من المدرسة دون شك يعني بشيراز بقيلنا يمكن دقيقة ونصفة للختام منحب أنك توجه رسالة أيضا للمربيين يعني أنت موجودة في هذا الحيز ويمكن دائما منقول الشخص اللي عم بيمارس المهنة رؤيته مختلفة عن الشخص اللي عم بتطلع عليها من برة رسالة هيك في هذا اليوم اللي عن جد منرجعه منقول يمكن هدفه كمان تمكين المعلم دور المعلم في المؤسسة التربوية في المجتمع وهي العلاقة ربما تحكي أنفسنا بأهمية هذا الدور أنا بدأ أحكي أهمية هذا الدور بيّن لما كان عندنا أزمة الكورونا الكبيرة وهي بعدها موجودة وهي بعدها موجودة ولكن لما كانت بذروتها بيّن أنه إحنا لنا دور كتير مهم يعني لما طلعت الأهالي على كل المنصات تقول بطلت أقدر أنا بقدرش أعلم أنا بقدرش هون دور المعلم أجل ولكن أنا في إلي رسالة بدأ أحكيها للمربين كلهن حبوا مهنتكم مهنتنا مش بس إنه إحنا نروح على المدرسة نعلم هالسط حصاص ونروح ونسكر التلفونات ومخصناش بالولاد طيب تخيل إنه ابن أخوك اللي قاعد عندك بالصف تخيل ابنك اللي قاعد عندك بالصف فيه احتياجات تحكي معاه تخيل إنه ولادك قاعدين اللي قبالك تخيلهن فعشان هيك إنت لازم يكون في عندك هاي الشعور إنك إنت الاهتمام إنه هذول الولاد بحاجة لقلك بشي محل وممكن فيه أهل اللي اللي المعلم أنا بحكيش بس الطلاب فيه أهل كمان إنه المعلمي أو المربي تبع تصف يمكن هي اللي تقدر تطلعهن من نقطة كتير صعبة اللي ممكن اللي حواليهن أو أهلهن أو إمياتهن أو ما يقدروش يطلعوهن منها فكتير الإشي يعني لازم المربين يكونوا محبين لمهنتهن بالأساس المعلم لازم يكون يحب مهنته بالأساس يكون فيه عنده موهبة إنه يفوت على الصف ويعلم يعني شوف قدش أنا بحكيش بشغف إنه أنا عن جد فايت أعلم إنه يطلع من الصف هل قدي مبسوط من نجاح هل قدي صغير لولد عنده بالصف يطلع كتير مبسوط حتى لو فات على مثلا صفوف صعبة أو أولاد مثلا كذا بس يحاول إنه هو يتعلم من الأخطاء تبعته ولا مرة يتنازل وأنا فيه دايما مقولة بدلني أقولها أيها الماشي لا يوجد طريق الطريق الطريق أنت تصنعها بنفسك من خلال المشي عليها يعني أنت اللي بتصنع طريقك مش الطريق موجود وإنت دا كتمشي فيها فإصنع طريقك أنت كمعلم حسيت حالك هون مش صح شوف وين الصح وصلحوا المربية شيراز عبدالجواج شكرا كل عام وأنت بخير كل كادر مدرسة القصة وإيضا أن يأمر المربين في مجتمعنا العربي جميعا كلنا أزمع شكرا لأيك وأنت بألف خير